بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة وتقدم رئيس الوزراء بأسمى آيات التهني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ودعا رئيس الوزراء المولى عز وجل أن يحقق ما يصب إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهود الرئيس السيسي لتحقيق تنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغلية